اشتركوا في القناة منفذ برويز خان الحدودي التابع لهذه المحافظة نحو العراق حيث بلغت قيمة هذه البضائع المصدرة نحو 660 مليون دولار وأضاف المسؤول الإيراني أن منفذ برويز خان إلى العراق سجل زيادة بنسبة 20% من حيث القيمة و34% من حيث الوزن قياسا مع الفترة المماثلة من العام السابق قال وزير الثروات الطبيعية في حكومة كردستان العراق كمال محمد صالح أن العراق تكبد خسارة قدرها 7 مليارات دولار بسبب طلب حكومة السوداني من محكمة باريس وقف إنتاج نفط كردستان هذا أضاف الوزير صالح أن حكومة كردستان لديها مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين بغدادة وأربيل واستئناف تصدير النفط توقعت شبكة سي ام بي سي الأمريكية أن تتجاوز أسعار النفط مستويات 100 دولار للبرميل الواحد في العام المقبل على خلفية ارتزام أعضاء تحالف أوبيكا بلاس بخفض الإنتاج وكان التحالف النفطي العالمي أوبيكا بلاس الذي يقود الاستقرار في السوق قد أصدر بيانا لم يؤيد رسميا الاستمرار في تخفيضات الإنتاج لكن الدول الفردية أعلنت عن تخفيضات طوعية يبلغ إجماليها مليونان أو مليونين ومئتي ألف برميل يوميا حتى الرابع أو الربع الأول من عام 2024 ارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بأكثر من عشرة مليارات جنيه مصري في شهر تشرين الأول ليصل إلى أعلى مستوياته ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم وتمت موازنة الزيادة البلغة نحو 30 مليار جنيه في التزامات البنك المركزي بصورة جزئية في شهر تشرين الأول من خلال زيادة تجاوزت 12 مليار جنيه في الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية أعلنت وكالة ستاندرداند بورز لتصنيف اليتماني رفع نظرتها المستقبلية للتصنيف اليتماني لتركيا من مستقرة إلى إيجابية وذكرت الوكالة في بيان لها أنها أكدت التصنيف اليتماني لتركيا عند بي مع التأكيد على انخفاض العجز المزدوجة وقالت الوكالة أن التعديل يأتي في ظل تغييرات السياسة الأخيرة في ذلك قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيس إلى 40% ولان هذا انتقال سريع ومشاهدين الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية الموجزة الاقتصادي بأمان الله